الانتاج مستمر يعني يدي معانا كبير جدا وهنا مرة ثانية بعد سبع سنوات من تربعه على كرسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التهديدات بإقالة مصطفى صنع الله وتغيير شامل لمجلس إدارة المؤسسة يطفو على السطح ليثير موجة من الجدل ويفتح جبهة اتهامات متبادلة بين رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ووزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون الذي علق طلب الإقالة وضرورة التغيير في إدارة المؤسسة على شماعة قوانين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك مطالبات عون بإيقاف صنع الله عن العمل تعود أيضا لما أسماه انتهاك مزعوم للقواعد المتعلقة بالسفر بغرض العمل حيث قوبل هذا الأمر برفض شديد من صنع الله عندما أكد في تصريحا لوكالة بلومبرغ الأمريكية إنه لا يمكن لوزير النفط إقالته قانونيا عن العمل أو إحالته إلى التحقيق ولا يحق له التشكيك بشرعية مجلس إدارة المؤسسة بل إن مجلس الوزراء هو صاحب القرار وله الكلمة الأخيرة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط وعندئذ رضوخنا لقرارهم واجب على حد قوله في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفط في إفريقيا ورغم الصراعات والحروب التي أدت إلى إغلاق عدة شركات نفطية أجنبية وتسببت في قطع استثماراتها يشكل أعلى منصب متعلق به حساسية بين الطرفين تتقطع صلاحيتهما ومسؤوليتهما وزارة النفط برئاسة عون وهو أول من يتولى هذا المنصب منذ عام 2014 والمؤسسة الوطنية للنفط تحت إدارة صنع الله مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة من جهته اكتفى بالرد على عدة رسائل ومكالمات تطلب التعقيب في تغريدة له على تويتر موضحا أن دبيبة دعا إلى عقد اجتماع بين صنع الله وعون في الخامس من سبتمبر لحل مشاكلهما في الوقت هذا يطرح السؤال الأهم كيف يمكن أن لا يتأثر هذا القطاع وإنتاجاته في ظل هذا الصراع المحموم ترجمة نانسي قنقر